علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه وأن نجردهم من أموالهم هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن بالقتل أو بالحبس أو بأي وسيلة رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكرنا الصديق قاصدنا المدينة أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال شعرت قريش أن الإسلام أصبح له دار يلجأ إليها وحصن يحتمي به فخافت من عواقب هذا الأمر الذي صار يهدد كيانهم فباتوا يحسون عن حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ثلاث ليال هذا غار ثور الأثر يقول أنهم قد اقتربوا من هنا يا نبي الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا قال صلى الله عليه وسلم أسكت يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما لقد شل تفكيري فعلينا أن نعلن عن مكافأة لمن يعثر على محمد وأبي بكر أو يقتلهما إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يسامع نجوى من في الغار وصارف عنهم الأنظار يسامع نجوى من في الغار وصارف عنهم الأنظار بلوعين الخصوم بصارت لك نخصوك ولا كفار الحمد لله أن نزل رسول الله بقباء فبنى لنا مسجدا بعد أن أقام النبي في قباء أربع عشرة ليلة جاءه أخواله من جده عبد المطلب في الطريق وهم زعماء بن النجار في يثرب متقلدين سيوفهم وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا المدينة به ليحموه من اليهود وباقي المشركين من الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا مع مصعب بن عمير وما زالوا متصلين بقريش وحلفائها الذين يريدون القضاء على محمد وأتباعه جاء نبينا نبي الله جاء حبيبنا رسول الله جاء نبينا نبي الله جاء حبيبنا رسول الله ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم فرحتي بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاهيها فرحة في حياتي سيقوم رسول الله بتنظيم الحياة هنا في المدينة فهناك مشاكل تحتاج إلى مواجهة نعم فقد كانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء المسجد الأعظم في المدينة حيث تقام فيه شعائر الإسلام والصلوات التي تربط المسلم برب العالمين ارتاد الصحابة المسجد فكان البوتقة التي انصهرت بها قلوب الصحابة وذاب ما كان فيها من عصبيات وتكبر وتمرد فأخرج ما فيها من شرك وحسد وحل محله الإيمان والحب والرحمة فصار الصحابة أبر الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأكثرها طلباً ترك وراءه قريشاً ترك وراءه قريشاً إضافة لليهود والمشركين لقد هاجر محمد وكسر شوكتنا لن نتركهم هكذا وسنرتب لحروب متتالية معهم لنجهز أنفسنا من الآن لمحاربة محمد واصحابه لن ندعك تسخر منا أكثر من ذلك يا محمد